اشتركوا في القناة 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 بس انا حتى حقي خلاص لا حقك مش مال وارض البال بيخلصه والارض بتبوف حقك ود وحب وحنية يا بنتي ما تزاليش منولد عمي لو هم طمعين في حاجة سبها لهم يا بنتي خلي قلبك كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحب بين الاهل لازما يكون زي المي مجرى المي اوعك تسديه يا بنتي ولا تخليه يجري في العالم المترجم حضرتك شرفت الجريدة يا فندم اه الشرف ليه انا بس هو في الحقيقة انا عندي سؤال صغير اوهيد وسمحتني يعني يا سلام حضرتك تؤمر وأنا الحقيقة المعلومة اللي عندي ان اللقاء ده خاص بشغلي وبشركتي والحقيقة ده شيء محلرني جداً يا أهلاً وسهلاً نورت الجريب ولا ما يخلصنيش أنك أنت تحتور ولا يبقى عندك أسئلة ما لهش إجابة اتفضل اتفضل لي فهمتك اتفضل حبيبي أعوي أنا ما كنتش متخيل أن الدنيا صغيرة كده أصغر مما تتخيل إيه يا جماعة أنت عطل داله وقفيني تفضل اتفضل أستاذ مختار طبعاً أنت عارف أنه هو أكبر حد بيشتغل في المقاولات والإنشاءات الهندسية يعني مش محتاجة أن أنا أتكلم له على أعماله ولا عن الجزات لا ما تتكلميش هو عارف كويس قوي أن احنا بنحترم أعماله وشركته كويس طبعاً بدليل أن أنا كنت باجت صعوبة شديدة في التعوان معكم تفضل بيه أنت عارف كل مرحلة وليها عيوبة المهم كلام في اللي فاتمه منوش فايدة إيه رأيكو نتكلم في الجديد فعلاً هو ده اللي نازم نتكلم فيه بس بوضوح أهم حاجة عندي الكلام بوضوح الوضوح أهم حاجة عشان أي بيزنس ينجح طبعاً والمطلوب أنا أحاس إن أنت متدقى شوية لا مش للدرجة اللي عادتك متخيلها دي وتقدر تقول كده إني متفاجئ أحلى حاجة في الدنيا يا فندم إنها تفاجئك إيه الجميل في إنك إنت تبقى عارف الخطوة اللي جاية إيه؟ شيء مؤمن صح؟ وأكيد مؤمن أنا كنت طلبت منك كموضوع قبل كده نعمت يا لي وأنا ومفقت أيوة بس إحنا واخدنش في أي قرار أنا بيتهايل إن الاتفاق ده كان يبقى له مكان مناسب أكتر من إنا وبما إن المسألة متعلقة بشغلي وإن الشركة بتاعتي عاد يبقى واجهة لشغل تاني كان أقل حاجة ممكن تحصل إن الاتفاق يبقى في مكتب معاني الباشا الوزير ولا إيه؟ كده أنت فهم كويس أو إيه المطلوب وفرت علينا كلام كتير مش قلتلك يا باشا مختار بفهم كل حاجة مختار بيتغير عن زمان كتير أيوة بس عشان أبقى فهم أكتر محتاج توضيح أكتر يعني مثلا محتاج نحدد أهل المطلوب إن إحنا نطهر المعداوي بس ولا إننا هنغر وجوه القديمة بوجوه جديدة تناسب المرحلة اللي بقينا فيها وجوه جديدة؟ معنى كلامك ده أستاذ مختار إن إحنا حنعمل حاجة ضد القانون بالعكس الموضوع ببساطة إن معاني الوزير عارف كويس جدا إن أي شغلة حيقده من الحكومة حيبقى في كلام كتير قوي عليه عشان كده استعان بحضرتك ده مش معناه إن إحنا حنعمل حاجة مخالفة بالعكس إن حنتبع القانون بكل تعاملاتنا طب والمعداوي زي ما يكون شخص مهم بالنسبالك لا يطلق شو مهم خالص بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده أهم عاجة عندي الوضوح طب أنا هتكلم معك بوضوح ومن غير ما زوقك كلام فعلاً إنت هتبقى واجهة لشركة ساعدة الوزير بس مش معناه كده إن إنت هتخسر لا بالعكس شركتك هتكسب وحتبقى على علم أول باول بالمشروعات وبالنسبة للسوق هنحجمه كل الشركات هتتعمل من خلالك وكل حاجة هتبقى شرعي شرعي القانوني شرعي قانوني زي ما أنت عايز أهم حاجة ورقة حيبقى سليم وبالنسبة للشركات المنافسة إحنا إزاي هنعرف تحجمها وهنخليها تتعامل من خلالك إنت بس يعني عايزناك إنت اللي تمسك السوق بإديك أفهم من كده إن الاجتماع ده ورانا استنياء وإن الاتفاق تالي مش بيننا وبين بعض بس أولي إيه؟ بالظبط وأنت عارف الإجتماع ده أهم حاجة إن إحنا اخترناك اخترناك عشان إيه؟ عشان توافقه بس مش حاجة تانية أوكي أيوا بقى هو كده يبقى الصهرة النهاردة على حسابه لا 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 إيه؟ أنا بعد إذنكم أعمل أرزومة صغيرة كده بمناسبة إمتة العود لماذا دائما نبحث عن الحق؟ لماذا نسعى إليه؟ ونتمنى أن نعيشه؟ لماذا حين نختار ننسى أنفسنا؟ لماذا ننتظر أن تأتي إلينا الحياة دون سعين منا؟ لماذا يجب أن نضع القيود والمعايير؟ لماذا نترك لمشاعرنا حرية التصرف؟ ثم بعد ذلك نحزن لأننا لم نضعها في مكانها الصعيحة صعيحة خاضر يا ليلى هشفولك لا أنا روحت عند قطة لقيته قفل النور فغالباً نايم مايشي يا حبيبتي هاولو لما يسحن شاء الله باي باي فيه إيه؟ غريبة يعني أنك مش عايز تكلمها أنا هسفر هتروح على فين؟ أي مكان محتاج أهد عصاب شوية هفكر بهدوب وعيد ترتيب أوراين تاني طب متفاهمني في إيه؟ بعدين بعدين يا رفا بعدين لا مش بعدين أنت المفروض تقولي دلوقتي أنا أختك ومنحق عليك أنه أنا أعرف مالك يا سيدي ما أنا ممكن هساعدك لو عرفت في إيه؟ جدي ليلى قال أنا عليها ولا منها؟ كنت قال أنا عليها دلوقتي جوية إحساس غريب نحيتها حس انها بقت غريبة عني اللي عرفته من صاحب يوسف هو اللي قالك صح؟ أولا لو هو كان متجاوزها رسمي كانت لازم هي هتبقى عارفة ثانياً المأذون مش معقول هيكتب الكتاب وهي مش موجودة وبعدين لو هو عايز تجاوزها رسمي ليه كان عايز تخلص من الجنين؟ مش غريبة دي؟ عشان انت شايف ان قضية ليلى هي قضيتك انت وعشان بتحبها فبتتعامل معها بشكل مش سليم بالمرة يا عماد انت بتتعمل مع القضية كأن كل شيء واضح ليك بمجرد الليلة قدامك وعلشان انت بتحبها فبتصدق كل كلامها انت عايز تقول ايه؟ عايز اقولك افصل افصل بنحبك لليلى وبين القضية اتعامل يا سيدي مع القضية كأنها اي قضية تانية عندك مقدرش تصدقيني مش هقدر طب انا اللي هي رأي تاني انت تكلم ليلة يمكن يكون عندها تفسير للي حصل ده ويمكن الموضوع يطلع لعبة من لعب المعداوي علشان يثبت ان ما عندهاش اي دافع تقتل يوسف وانا معاك المفروض فعلا انت سافر تهدي اعصابك يومين بتحب اكلم لك نور تسافر له؟ هو انت ونور بتكلم كتير اليومين دول؟ اه بنتكلم اصنا اتعلمت من التجربة بتاعت جليل واللي متعلمش من التجربة يستاهل بقى اللي يجراله اقول لك انا مبسوط انا دخلت تجربة جلال علمتني كتير وخليتني حدد موقفي من نور اللي هو؟ اللي هو انا حسيت ان النور شخص محترم ولطيف وحسيت ان انا ميالة ليه وبكون كمان مبسوطة وانا معي كفاية ان انا مرة دي الحب عندي كان اختيار مش مجرد احسيس انا ونور مرينا بنفس التجربة هو مع مونيرة وانا مع جلالة احنا الاتنين حبينا بندفاع من غير ما نفكر نشوف اذا كانوا يستاهلونا ولا لا حبينا الشخص الصحة ولا لا عشان كده مرة دي قررنا من احنا نفكر صحة جلالة انا حاسس ان انت كبيرة بجنة اه الدنيا متعرفش الجري وصغير الدنيا تعرف حد عايز اتعلمه حد مش عايز واضح ان انا هغاير رأيه في حاجات كتير قوي لا انت محتاج تبقى واصخ ان اختيارك الغلط مش معانان انت فقدت كل حاجة او فقدت الحب ده معانان انت رسة بتدور على حد يستهل وهو ده المهمة ايوي هاني الفروس مدخلتش الحساب يا ابني انا متأكدة من انا بقولهولك انا كلمت البنك مليون مرة تعرفتها معانا ايه معانا انها ممكن تكون دخلت حساب غلط بقولك ايه هو انت متأكد من رقم الحساب اللي انا اديتهولك طيب باي 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 هكلم اكداني تعال يا خالد تعال يا عبد كبرك انا اريد بأنك باكة انا اني اعيزك تروح البنك بكرة وتقبل مدير البنك هراجل محترم واحنا لينا معاك عاملات كتير هاوي خير فري عايزك تشوف حساب راوية تعرف الحساب راوية بقى فيه كام دلوقتي بوحدك شاكك في حاجة شاكك في حاجات بس اعمل ايه اللي بقولك عليه مش تفاهمني فيه بس عشان لما روح أبقى عارف انا بكلم فيه اه وانت عارف اكتر حاجة بكراها الاسئلة وانا اكتر حاجة بكراها ان انا بقى عامل زي القلب انا لازم ابقى فاهم برضو اسوأ حاجة بقى ان انا اتعاملت معا راوية على انها بالدخولة وبس قلت يعني اللي جواه ده هيطلع في زي في الخناءة بينك وبينها انما ما كنت سنتصور انه هيطلع في اسوأ من كده راوية بتخطط لحاجة احنا ما نعرفهاش تصل ايه اقصد ان انا كنت فاكر ان جوازك منها هيخليها على طول تحت طوعي بابا وانت عايز ايه ايه لازمت السؤال ده يعني انت شغل نفسك بايه شغل بالك براوية وتعمل ايه وخلت لازم الجواز صوفيا والايلة لازم تتعدم والسوق كله لازم يبقى تحت طوعي وتحت امري شغل بالك بكل ده طب انت فين من ده كله ماذا بابا انت عمرك حسيت بالامان وعمرك حطيت دماغك على مخده وعينك رحت في النوم وصحيت الصبح وقلت ياه ايه الحلم الجميل اللي انا حلمت ده تتجاوز ترجعلي ايه ايه بقى تقولي انك بتحبها انا وانت عارفينك ايه سوي انك عمرك ما حبتها ولا ايه حبتك ايه ساعات الظروف بتحكم علينا بحنجاب يا بابا ايه مش كل ما تتزنق في الكلام تلاقي مخرج بالكلمتين دول الظروف ايه بابا بابا انت مش اخبلك من نفسك ولا ايه انت مالجار دير يعني عندك بيوت وفلوس وعربيات وشركات في كل حتة في العالم الناس كلها بتتمنى تقابلك بيقافوا بالطوابير عشان ياخدوا منك معاد واحد بس لا ومش كده وبس انت بتحكم في كل حاجة حواليك بتحكم فينا كل انا بنعمل ايه وما بنعملش ايه بتحكم في مصائرنا بابا فهو النبي ما تقوليش الكلمتين دول عشان ما بيخشوش عليها بابا انت خايف من ايه بقيت خايف من الدنيا هو كده ليه بخليك ما بايتش طبيعي مع ايه حد خايف من بكرة وكأنك عملت حاجة والدنيا هتعطبك عليها طب بقولك حاجة خلي رواي تاخد الفلوس اللي اعايزة ان عندنا ملايين فوق الملايين انت حتى لو فكرت تقفل الشركة باكرة وتنقل النشاط كله وتعمل حاجة تانية ولا انا هنتقصر ولا هيبقى عندنا ايه مشكلة اهم حاجة تبقى مبسوط المستريحة بتعرف احلى حاجة في حياتي ايه ايه انت ياريتني كنت زيك وياريت يوسف كان زيك اتعرف ليه يوسف قضى حياته كلها بشكل سيء لانه كان على طول بصص ليه بيقلدني عايزة بقى المعداوين امرة اتنين كان كان بيعتبر ان القدوة ليه لا خليك جايما انت يا خالد ايه واحاجة تغيرك او تلوثك اخوك كان بيتهايلك ان هو قريب مني وانا كنت بشوفك وانت 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 منكسر كنت بشوفك وانت محبط كنت بدايق كنفش اشخد فيك كنفش اصور عليك وقولك لا انت ابن المعداوي انت لنجب تكون اقوى من كده بس انا اكتشفت بقى ان انت اقوى من المعداوي واقوى من يوسف الله يا رحمه اسمع خالد اسمع الكرام اللي حاوله لك وما تردك لا تردش علي بس فكر فيه انا عايزك تسافر برا ترف العالم تزور كل الدكاترة انت لازم يبقى عندك اولاد اللي زيك لازم يبقى ليه زرية لان انت اللي هتعرفت ربيهم وتعليهم للصح من الغلط اقولك حاجة لا انا ولا يوسف كنا نستاهل يبقى عندنا اولاد يا بابا الكلام اللي بتقوله اسمع اللي بقولك عليه انا بتكلم لمصلحتك ومصلحتنا كلنا انا شايفة انك مش همك يعني وايه وايه من المل ايه يعني انت مش واخد بلك ولا ايه دي راوية لو عرفت الحاجات دي كلها حتى لو عرفت هتعمل ايه يعني ولا تقدر تنطق كلمة ما مش معقول هتقول انها بتخون جوزها معايا ولا انها متفقى معايا على جوزها ان احنا ناخد الفلوس ونخلع طب انت نوي على ايه نواطية لا مقدرش اسيبك يا حبابتي ده انا وانت هنفتح اكبر مصنع في العالم مصنع مصنع ايه مصنع ملابس حبيمي الله حلوة دي يعني عاجبك طب ما تيجي بقى ومنازمة انه عاجبك مصهر صهرية حلوة من اللي قلبك احبها بقولك ايه ايه انا عندي مكان اصلي بس احرق شوية وماله اموت في الحرق واموت في المشي البطال find you راو max بان راو فم steve ببراوه ه يتصب براوه 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 احدش براً اه لا ايه؟ انا اه 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 كنت انام كنت انام بلبس الخروج؟ اه صحيح ده لبس الخروج اه 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 اصلا لسه جاي من برا وكنت لسه هطلع عنام عادي؟ هتطلع تنام عادي؟ مش قلقان؟ اه اه لا من ايه بس يا راوية بقولك الفلوس مدخلتش الحساب ممكن التحويل يتأخر برضو مصيبة لان ده معنى ان المعدوي ممكن يلغي التحويل لما يعرف ان الفلوس لسه مدخلتش الحساب يا راوية يا حبيبتي انا مش عايزك تقلاقي كل حاجة الصبح ان شاء الله هتبقى زي الفل اه 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 صداع صداع وكل دباغي من الصبح سلامتك اه وديقة ده تشرب حاجة؟ مالك عامل زي صنافور المحطة كده ليه؟ انت مش عايزني اقعد عندك ولا ايه؟ اه لا يعني بس اه قص بصراحة خالد تكلمني واحتمالي يجي دلوقتي خالد؟ اه خالد تكلمك؟ ماشي يا هان بسلملي على خالد تمام التمام 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 اظهر وبن عليك الامان مشيت؟ مشيت والحمد لله ساتر بقولك ايه؟ ايه؟ البت دي هتبقى عاملة زي اللقمة في الزور انت لازم تقلص منها لا تقلقيش سمك منها دلوقتي يا حبيبتي خلينا في اللحنا فيها ها المكان الحرق فين؟ بقولك ايه؟ ما تجيب الفلوس اللي انت نويت تدفعها هناك؟ وعمل لك انا هنا احلى سهرة في الدنيا حتى تبقى دمها اخاص لا انا هطلع الابس احلى طاق ما عندي واجيب الفلوس ونصرفها هناك ماشي البس حاجة بقت لي انك تخرج معايا بيها عناية البس حاجة مدنداشة موسيقى تتضايق لو قعدت معاك؟ لا بالعكس انت اكتر واحدة انا برتاح في العادة معاك دي انا برتاح معاك اكتر ما برتاح في العادة مع نفسي انا كلمت بابا وقلت له اول ما الولادي خلصوا امتحانات يجيبهم ويجي على طول انا كنت بفكر اش هافر لهم فعلا؟ انا كان عندي سؤال نفسي اسألهلك من زمان بس كنت مكسوفة هو ليه حضرتك لما كنت بتيجي لندن قبل كده في زيارة او في شغل ما كنتش بتفكر تسلم على الولادة او تشوفه كنت بتيجي لندن وترجع مصر من غير ما تفكر حتى تزورنا ولا تشوفنا ساعات بحس انه فيه سر كبير مخبيه ومحدش يعرفه وانه معزبك ومعزب ضميرك وساعات لما ببصل حضرتك بحس انك اضعف بكتير من القوى اللي بتبانى عليك وانه الاسوى الشديدة اللي بتكون فيها احيانا سببها حاجة كبيرة محدش عارفها وانت مش عايز حد يعرفك وليلي انتي كنت بتحبي يوسف يا صوفيا يوسف ما بقاش موجود يوسف راح اللي بيننا دلوقتي الولاد انا مش بس الك يعني عشان عايز اعرف لها بس انا هايز افهم يعني هل انا بس اللي عشت حياة مش فاهم فيها حاجات كتير ولا فيه ناس كتير زيه انا كنت بحب يوسف طبعا كنت بحب حب جنوني هو بصراحة يوسف كان يتحب كان بيحب تضحك وبيحب الدنيا والحياة اي واحدة تشوفه كان لازم تحب وكان قادر انه يخلي اي واحدة تتنقل من عالم لعالم تاني ويخليها تخرج برا الواقع وتعيش في الخياة لكن طبعا مع مرور الوقت اي واحدة تعاشره كانت هتعرف اللي لازم تعرفه بتعرف ايه بقى بتعرف انه هو عنيد زي حضرتها بتعرف انه بيخاف يخرج برا الصور اللي هو رسمه حوالي نفسه بتعرف انه بيحب يحس انه بيهزم كل اللي حواليه اعتقد انه يوسف كان كل ما يقابل واحدة بيبقى فاكر انه هو ده الحب اللي هو بيدور عليه طول عمره لحد ما اكتشف انه هي فهمته فهمت ايه بقى؟ فهمت انه كان بيرسم عليها ولا؟ انه كان بيستغل لها ولا انه كان عايز يقرب منها وخلاص؟ لا 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 فهمت انه كان بيدور على نفسه اعتقد انه يوسف في بداية كل علاقة كان بيبقى بيحب اللي معاه بجده وفعلا عايز يشوفها سعيدة لكن بعد كده عشان هو حسس انه هو وحش وانه مستحيل حد يحبه لو عرفه على حقيقته كان بيسبق ويسيبها هو قبل ما هي تسيبه على فكرة يوسف كان بيحبك قوي كان بيحس ان انت وهو شبه بعض جده ومر قبل كده قال لي ان انت صعبان عليه هو قال لي كده حبيبي انتي عارفة ان انا محظوظ جدا انا متجاوز احلى واحدة في العالم مش مسدقك ليه؟ عشان عارفة ان انا مش احلى واحدة في العالم وعارفة كويس ان انت بتقول لي الكلام ده علشان ما عودش افكر ان انت بتقوله لناس تانين كتير وانت دي عبطول حس ان انا بخوني خالص يا يوسف انا بس بتضايق علشانك انا بحبك يا يوسف وحبي ليك مش مجرد تحب زوجة لزوجها انت كمان بتصعب عليا انا ساعات كتير بحس انه في جواك حاجة كبيرة انت مخبيها وان الحاجة دي معزباك وتعباك واعتقد انه في مشكلة بينك وبين والدك ويلم خاليك يا حس انه في مشكلة بيني وبين بابا ما عارفش بس انا متأكدة مع ان هو بيحبك جدا وبيفضلك عن كل اللي حوالي مشكلة ان انا بحب بابا جدا عمري ما حسيت انه بيغلط بابا دي عمزة القلعة مش اي حد يعرف اختريخها انا طول عمري طول عمري نفسي بقى بابا امال انا ليه دايما بحس ان في حاجة انت بتهرب منها قولي يا يوسف اتكلم ايمكن لما تتكلم تخرج من الدايرة اللي انت حبس نفسك فيها بس انا بحبك وعمري بحبت حد ازايك رغم انه تصرفاتك بتقول غير كده بس انا مصدقك وعارف انك صادق معي تعال يوسف برغم كل شيء حبك انت اكتر من اي حد تاني والحب يا عمي مش حاجة نتكسف منها ومش لازم نكون حققناه او نخلي اللي بنحب ويحبنا هو كمان بتقصدي ايه يا صوفي قصدي ان احنا مشكلتنا ان احنا ساعات بنخلي الماضي يسيطر علينا ومنبقى معتقدين انه هيفضل يطاردنا ونخلي هو اللي يحرق كل تصرفاتنا يوسف يوسف حكالي حكالك ايه يا صوفي حكالي عن حبك اللي راح منك واللي خده اقرب الناس ليك يا عمي ده اكيد ما كانش نصيبك الحب مش حاجة نعيش بنتعذب بسببها الحب براح الحب ايض تتمدلك تاخدك لبر الامان قالك ايه يوسف يا صوفيه قالك ان العيب فيها قالك ان انا لازم قلوم نفسي لا 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 انت لازم ما تلومش نفسك ابدا انت تلوم نفسك لو انت خنت وانا عارفة ان عمرك ما عملت كده يوسف كان زيك بالظبط كان كل ما يحب واحدة يبقى عايز يتجوزها على طول بيحب كل حاجة تبقى رسمي حتى لما كان بيلاقي واحدة بتبصله او بتحاول تتقرب منه ويكتشف ان هي متجوزة كان بيخاف ويهرب زي الاطفال وعلى فكرة يا عمي حضرتك زي وبزي انا مش عايز عايش في مصر انا حر لا انت مش حر انت ابني والكلام اللي يقوله لازم تسمعه وانا ما بقيتش طيق نفسي ولازم امشي هو حد عايش عايشتك قل لي في حد عنده اللي عندك مقصك ايه في حد عايش زيك طب انا تعبان والصفر هو الحل تعبان من ايه بقى قل لي في حاجة حصل يتقلقاك وانت مش عايز تقولها قلها انا ابوك والبلد كلها تحت عمري انا قدر اتصرف طب انا بقى مش عايز عايش في البيتنا يعني ايه مش فاهم يعني مش عايز عايش مع مرات عمي وابنت عمي في بيت واحد ليه من غير ليه بابا لا يعني ايه من غير ليه طب من الاخر بقى لو انت عايزنا بقى تحت عمرك وتحت طوقك يبقى يغروا من هنا يوسف انا سمعت كل اللي انت قلته يوسف انا مش عايز اسمع منك حاجة لا لازم تسمع علشان تعرف ان كل اللي في دماغك ده ملصح انا حبيت عمك ومش هحب حتى غيره ومش انت اللي هتسيبي البيت وتمشي انا اللي هتسيبي البيت وهمشي لا انت مجنونة ده مستحيل يحصل ده لا لازم يحصل علشان تعرف ان كفاية بقى لحد كده يا معداوي كفاية يوسف ابوك كان بيحبني وكان عايز تجوزني لكن انا حبيت عمك وعمك حبني وتجوزنا وعيشنا مع بعض سنين طويلة عمر محد فينا قلت تاني كلمة تزعله لكن بموت عمك ابوك افتكر ان اللي فات ممكن يرجع تاني وده مستحيل عمر اللي فات ما بيرجع تاني انا حتى لو فكرت اتجوز عمري ما حتجوز ابوه انا من اخر مرة كنت قاعدة معاك فيها يا معداوي وانا عملتك كل اللي اقدر عليه علشان اسيبي البلد دي وامشي عشان لا شوفك ولا تشوفك بس انا ليه عندك رجاء بنفضلك خد بالك على روي هي دلوقتي بقت مرات ابنك حبها رعيها ارجوك